التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولت على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة للحيلولة دون تساعي رقعة الصراع بالمنطقة ووضع حد للحرب بقطع غزة التي قاربت العام وخلال اتصال هاتفي من المستشار الألماني أكد الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم وفاعل نحو ضمان توافر الإرادة السياسية التي تحقق التوصل إلى الاتفاق المنشود لوقف إطلاق النار بقطع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين والتجاوب بإيجابية مع جهود الوسطى من جانبه ثمن المستشار الألماني الجهود المصرية المكثفة والمخلصة لمحاولة نزع فتيل الأزمة ووقف الحرب معربا عن تقديره كذلك لجهود مصر المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطع غزة يعقد اليوم مزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل يبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة الحرب الإسرائيلية على قطع غزة ووفقا لمصادر دبلوماسية فإنه من المتوقع أن يطرح الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بورل عقوبة تشمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المدن والبلدات بالضفة الغربية المحتلة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال دهمت عددا كبيرا من منازل الفلسطينيين بمخيم نور شمس شرق تول كرم والتي تتعرض لعدوان واسع من قبل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي وفي مدينة جينيد ومخيمها انقطع الطيار الكهربائي والإنترنات عن أجزاء واسعة من المدينة بعد أن استهدفت قوات الاحتلال خط إنداد الكهرباء الوحيدي في المخيم استشد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة واستشد الطفلة وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار من آليات الاحتلال وطائراته المسيرة على مناطق شمال غرب النصيرات وشمال شرق دير البلح وسط القطاع كما انتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين أربعة شهداء إثر قصف الاحتلال منطقة عريبي شمال مدينة رفح جنوب القطاع كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية غرب المدينة أعلنت قوات الحوثي أنه بعد تواصل عدة جهات دولية خصوصا الأوروبية تم السماح بسحب سفينة النفط المحترقة صانيون تفاديا لوقوع أضرار بالبيئة البحرية وكانت الناقلة صانيون قد تعرضت الأسبوع الواضي لقصف قبالة ساحل مدينة الحديدة اليمنية ووردت تقارير متضاربة بشأن تسرب النفط من السفينة شهدت مدينة خركيف ومحيطها شرقي أوكرانيا أصوات انفجارات عقب دوي صفارات انذار وتحذير من مسيرات انتحارية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ديفيد كوهن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أن الرئيس الروسي فلاليمير بوتين سيشن مجوما مضادا لمحاولة استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك مشيرا إلى أن القوات الروسية ستواجه قتالا صعبا أعلن المدعي العام في باريس أنه تم إطلاق صراح الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافل دوروف مع وضعه تحت رقابة القضائية وأوضح المدعي العام في باريس أنه تم الإفراج بكفالة عن دوروف بشرط دفع وديعة خدرها 5 ملايين يورو مشيرا إلى أن مؤسس تليجرام سيحضر مرتين إلى الشرطة في الأسبوع مع منعه من مغادرة فرنسا